انطلقت الخميس بالجزائر العاصمة اشغال الاجتماعات التحضيرية للدورة السبعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعظام في منظمة تعاون الاسلامي على مستوى اللجان وخلال الاشغال قال الامين العام للاتحاد محمد قريشي نياس ان المحطة فرصة للتنويه بدور البرلمان الجزائري بغرفتها وسعيه الدؤوب الى تعزيز مكاسب الاتحاد خاصة ما تعلق بقضايا الامة الاسلامية من جهته اكد رئيس الغرفة السفلة للبرلمان الجزائري ابراهيم بغالي على ضرورة تجنيد الطاقات لتعامل مع الرهنات التي يفرضها العصر دعيا من جهة اخرى الى ضرورة تسلط الضوء على التطورات الاخيرة التي تشهدها الاراضي الفلسطينية المحتلة ان نتقدم بالشكر الجزيل للبرلمان الجزائري بغرفتيه مجلس الامة والمجلس الشعبي والوطني على دورهم المتميز في نتاق اتحاد مجالس دول العضاء في منظمة التعاون الاسلامي وسعيهم الدؤوب الى سيانة وتعزيز مكاسب هذا الاتحاد لما فيه خير الامة الاسلامية ونحن على يقين من ان هذا المؤتمر الذي ينعقد حاليا في الجزائر سيشكل علامة بارزة في مسيرة الاتحاد وسيحقق النجاح الذي نتطلع اليه علينا ان نجدد طاقاتنا وجامعاتنا ومراكز البحث لنؤسس لمنهج ورؤية جماعية للتعامل مع رهانات هذا العصر وما اكثرها يجب على اجتماعنا هذا وعلى اللجنة الدائمة حول فلسطين دراسة متمعنا في هذه التطورات وتقديم التوصيات المناسبة